ظلت أيام والقائم ترفل راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والقائم ترفل راياته بديار الشام بديار الشام بدياره ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل راياته ظلت أيام والقائم ترفل راياته يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطأي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة سلام عليكم جميعا لا زال الحديث تعقيبا على الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ أقرأ نص الحكم الذي أصدره السيد الخوئي من كتابه معجم رجال الحديث الناظر في هذا التفسير يعني تفسير الإمام العسكري كما يسميه العلماء التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام ومرت حلقة كان الحديث فيها عن جوانب من عقيدة السيد الخوئي التي بثها في كتبه وأبحاثه ودروسه وصلت الضوء على خمسة ثم جاءت حلقة أخرى فتحدثت عن خمسة مواضع ولكن في جهة أخرى تناولت تناولت مطالب تتعلق بالبحث الفكري العلمي النظري سم ما شئت أيضا جلت جولة هنا وهناك في كتب السيد وأبحاثه ومر الكلام في الحلقة الماضية عن الموقف العلمي للسيد الخوئي من كتاب كامل الزيارات أولا ومن موضوع الوكالة التي يعطيها الأئمة لبعض أصحابهم فهل هي دليل وثاقة وعدالة أولا وتناولت ثالثا الموقف العلمي للسيد الخوئي من ابن الغضائري وكتاب ابن الغضائري ورابعا عن رأي السيد الخوئي في ولاية الفقيه والجهات وما هو الموقف في عصر الغيبة وكل هذه الجهات كل هذه المواضع كان الارتباك الفكري والعقلي واضحا فيها متجليا بنحو لا يمكن أن يستر وآخر شيء تحدثت عنه ما نقله الشيخ زين العابدين في كتابه بيان الأئمة عن أنه أخبر السيد الخوئي بأن حوادث ستقع في النجف استنادا إلى روايات وأخبره عن واقعة معينة استنادا إلى رواية هي ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال التي يعتمد عليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتحققت الحادثة فكان السيد الخوئي يبدي تعجبه كيف أن الرواية تحققت وهي ضعيفة السند وكأن قواعد ما يسمى بعلم الرجال وهو مجموعة من الجهل والجهالات هي الدليل القاطع والبرهان الصاطع على إلى تكشف واكتشاف واستبيان ووضوح الحقائق العقل البشري حينما يكون بهذا المستوى يدل على جمود في التفكير حينما تتحقق هذه الروايات على أرض الواقع لماذا يتعجب الإنسان التعجب ناشئ من قضية الجمود على قواعد لا يعلم من أين جاء أصلها على أي حالا تقدم الكلام إذن في خمسة مواضع في الجانب العقيدي أو العقائدي وهي تخبرنا عن الارتباك العقائدي في منهج السيد الخوي وتقدم الكلام أيضا في خمسة مواضع في الجانب الفكري والعلمي والبحث النظري وكلها تتحدث عن ارتباك واضح في هذا المنهج في هذه الحلقة سأتناول أيضا خمسة مواضع وإنما حاولت أن أكتفي بالخمسة لأن لا يطول البحث فخمسة من الجانب العقائدي وخمسة من البحث العلمي والفكري والنظري والخمسة التي أتناولها هي في جهة المواقف والقرارات مجموعة من المواقف والقرارات أخذها من حياتي وسيرة السيد القوئي رضوان الله تعالى عليه موقفه من الثورة الإسلامية في إيران أنا هنا لست بصدد الدفاع عن الثورة الإسلامية أو عن الجمهورية الإسلامية لها من يدافع عنها إنما أتحدث عن موقف زعيم شيعي إيران البلد الذي يقطنه عدد هائل وكبير من شيعة أهل البيت وإيران هي كنانة التشيع ليس في هذا العصر على طول التاريخ إيران هي كنانة التشيع وهي الجهة التي يهاجر إليها أصحاب الأئمة وأبناء الأئمة والآثار والمآثر في إيران كثيرة ولا أريد الحديث هنا عن إيران لكن إيران كانت قلعة من قلاع التشيع ولا زالت بغض النظر عن الاختلافات السياسية بغض النظر عن كل شيء فيما بين الشيعة ولكن الراية الشيعية في إيران هي الراية الشيعية الأوضح في العالم سواء اتفق الشيعة مع إيران اختلفوا سواء اتفق علماء الشيعة على المسلك السياسي في إيران بغض النظر عن كل هذه التفاصيل وسواء اتفقنا على الكليات أو الجزئيات مع إيران أو اختلفنا بغض النظر عن كل هذه المطالب الاختلاف حاصل في كل مكان إن كان في العالم أو كان في الواقع الشيعي لكن إذا نذهب إلى سنة ثمانية وسبعين تسعة وسبعين ميلادي وحيث الثورة الشيعية في إيران في قمة عنفوانها وهياجها وحيث الشيعة في إيران بحاجة إلى نصرة ماذا كان موقف السيد الخوي إن كان على المستوى النظري موقف السيد الخوي يحدثنا عنه السيد الخميني إضمان الله تعالى عليه في أحد خطبه وهذه الخطبة موجودة ومعروفة وتبث إلى الآن على القنوات الإيرانية وربما تحدثت عنها في حلقات سابقة في ملفات سابقة وهو يتحدث في ذكرى الخامس عشر من خردات بداية شعلة واشتعال الثورة الشيعية في إيران في بداية الستينيات سيد سيد الخميني بعد رجوعه إلى إيران وفي مناسبة من المناسبات التي تتجدد فيها ذكرى الخامس عشر من خردات قال في خطبته بأنه في الوقت الذي كان شبابنا ينزل إلى الشوارع كان أحد المراجع وأحد العلماء وأحد الكبار في النجف وهو يعني به السيد الخوئي لأنه سيكشف عن ذلك في تفاصيل الكلام كان أحد المراجع وهو في بيته في النجف يحادث أحد التجار أحد الأثرياء فيقول له أن هؤلاء الإيرانيين مجانين كيف ينزلون إلى الشوارع في مواجهة قوات وجنود الشاه قبل هذا ليكن معلوما أن أولاد السيد الخوئي وأن حاشية السيد الخوئي وأن تلامذة السيد الخوئي كانوا يقولون عن السيد الخميني بأنه شيوعي هذه القضية كانوا يقولونها ويرددونها قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة أنا لا أدري السيد الخوئي كان يردد هذا الكلام أو لا لكن أولاد السيد الخوئي والحاشية والمكتب والقريبون من السيد وتلامذة السيد في النجف وفي إيران في قوم وفي إصفهان وفي مناطق أخرى كانوا يقولون عن السيد الخميني بأنه شيوعي وبأنه يريد أن يأتي بالشيوعية وهذا الكلام كان يقوله أيضا في قوم السيد شريعة مداري سيد كاظم شريعة مداري وآخرون وهو كلام الشاه نفسه وكلام سافاك أنا هنا لا أريد أن أقول بأن هؤلاء المراجع هم على تعاون مع السافاك لا أقول هذا الكلام أبدا لكن أقول الكلام هو الكلام لا أريد الخوط في هذه الخلفيات لكن في تلك الفترة الوجدان الشيعي إن كان في العراق أو في لبنان أو في الحجاز في المنطقة الشرقية من السعودية أو في الخليج في كل مكان الوجدان الشيعي العام قلوب الشيعة كانت تحترق وتشتعل مع الثورة الإسلامية في سنة ثمانية وسبعين وتسعة وسبعين خصوصا في عوائل تسعة وسبعين حيث انتصرت الثورة الإسلامية السيد الخوئي ماذا كان يقول لهذا الثري بحسب رواية السيد الخميني كان يقول له بأن هؤلاء مجانين هؤلاء الذين ينزلون إلى الشوارع في مواجهة حكومة الشاه فهذا الثري يقول له يا سيدنا إن في هؤلاء شخصيات كبيرة منهم العلماء والمراجع يشير إلى السيد الخميني فيهم شخصيات مهمة الذين تبنوا هذه القضية مواجهة حكومة الشاه فماذا يجيب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول إن هذا من استحمارهم هؤلاء حمير هؤلاء مستحمرون في عملهم هذا سيد الخميني يعلق على هذه الكلمة يقول هذا الشخص الذي قال هذا الكلام لما سقطت حكومة الشاه وجدنا بأنه قد أهدى في الوثائق الرسمية قد أهدى خاتما للشاه والشاه أرسل إليه رسالة شكر ولو ندقق في تاريخ الرسالة أنا ما كان من قصدي أن أتحدث عن هذا الموضوع بهذا التفصيل ولكن الكلام جرى الكلام وإلى لجئت بالرسالة ودققنا في تاريخها متى كتبت حكومة الشاه متى كتب الشاه هذه الرسالة إلى السيد الخوئي يشكره فيها على خاتم العقيق الذي أرسله السيد الخوئي للشاه والذي كتب عليه نقش عليه يد الله فوق أيديهم بالضبط في الأيام الأخيرة من أيام الثورة يعني قبل خروج الشاه بأيام قلائل ربما إذا سنحت فرصة في وقت آخر نأتي بالرسالة ونعرضها على الشاشة ونقرأ التاريخ على يحل اسمه هذا الأمر يعلق السيد الخميني يقول هذا الشخص أنا لا أستطيع أن أصفه إلا أن أقول هكذا عنه كما قال أمير المؤمنين مثله كمثل البهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها هذا الكلام في خطاب للسيد الخميني هذا على المستوى النظري أما على المستوى العملي فحينما جاءت زوجة الشاه وزارت السيد الخوئي بغض النظر هل أن السيد الخوئي كان على علم بمجيئها أو أنها دخلت عليه بشكل مفاجئ ورتب أولاده وحاشيته وأصهاره هذه القضية كما يقول البعض دفاعا عن السيد الخوئي ولكن النتيجة ما هي النتيجة أن السيد الخوئي أعطاها فتاوى كانت هذه الفتاوى تفت في عدد الثورة الإسلامية كانت هذه الفتاوى لصالح الشاه ووزعت من طريق طائرات الهليكوبتر التابعة لحكومة الشاه أنذاك وزعت ونثرت ونشرت على رؤوس المتظاهرين فتاوى السيد الخوئي وأثرت أثرا واضحا خصوصا في مدينة مشهد في مدينة طهران وأهدثت إرباكا وارتباكا سيد الخوئي كان يقلده عدد كبير من الإيرانيين حتى من الذين اشتركوا في المظاهرات أعداد كثيرة منهم لأن الثورة الشيعية كانت تحرك الوجدان الشيعي وتتطابق مع الوجدان الشيعي بغض النظر عن الذين يتفقون معها أو يختلفون معها قائد شيعي مرجع شيعي المرجع الأكبر في العالم الشيعي السيد الخوئي لا بد أن تكون له نظرة دقيقة لما يجري في العالم الشيعي لا أن تكون هذه النظرة البائسة المتحجرة لا بد أن تكون عنده معلومات دقيقة عن قائد الثورة في إيران لا أن يكتفي بالترهات والخزعبلات والدعايات والتهريج سواء اتفقنا مع السيد الخميني أم لم نتفق السيد الخميني شخصية مميزة بجميع الاتجاهات شخصية مميزة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك سواء أحببنا هذا السيد أو أبغضناه سواء اتفقنا معه أم اختلفنا معه سواء كان اتفاق في مساحة واسعة أو في مساحة ضيقة سواء كان الاختلاف في مساحة واسعة أو في مساحة ضيقة سيد الخميني كان شخصية مميزة وكان يمتلك من المؤهلات والمميزات التي انفرد فيها عن كل المراجع في عصره وحتى عن الذين سبقوا أنا هنا لست بصدد الدفاع أو أن أكيل المده لست صنمياً أنا لست من شيعة المراجع لست من شيعة العلماء أنا من شيعة الحجة ابن الحسن صحيح عامة الشيعة هم شيعة العلماء لكنني لست من شيعة العلماء لست صنمياً ولن أتشيع لأي شخص مهما كان تشيعي للحجة ابن الحسن أنتم عليكم أن تقيسوا تشيعكم هل أنتم تتشيعون لآل محمد بشكل مباشر أو تتشيعون لهم بالواسطة تتشيعون للعلماء ومن هنا تنسبون أنفسكم شيعة لأهل البيت والقضية واضحة الشيعة يثورون وتثور غيرتهم لمراجعهم أكثر مما يثورون وتثور غيرتهم لأجل أهل البيت والمصادق كثيرة ولا أريد الآن الخوض في هذا الموضوع فإنني لا أتشيع لا للسيد الخميني ولا لغيره ولا أعبأ لا بالسيد الخميني ولا بغيره إنما نحن هنا للبحث عن الحقائق ولوضع الأمور في نصابها أينما يكون السيد الخميني أينما يكون السيد الخوئي أينما يكون أي مرجع من مراجعنا في دائرة أهل البيت فنحن معه ونحن في خدمته وأينما يعرضون عن دائرة أهل البيت نعرض عنهم ولا نبالي بهم ولا نشتري آراءهم بشر وانا خير ولا بما هو أقل من ذلك ونلف آراءهم تلك ونلقي بها في المزابل ميزاننا الأول والأخير آل محمد ميزاننا الأول والأخير بقية الله صلوات الله وسلامه عليه ميزاننا في الرضا وفي السخط في البراءة وفي الولاية في الحب وفي البغط ميزاننا فاطمة إيماننا علي والإيمان علي ولا شيء وراء ذلك إيماننا علي وديننا علي وقرآننا علي هذا هو ديننا على الأقل هذا هو الذي أعتقده من يقبل هذا الدين ليواصل معي من لا يريد هذا الدين هو حر والناس أحرار الإنسان لا يملك سلطة إلا على نفسه لا سلطة لنا على الآخرين ونحن في عصر الناس يفكرون بحرية تامة الناس أحرار فيما يفكرون على الأقل هذا تفكيري ربما أجد أناسا يفكرون كتفكيري هذا لا أفرض قولي على أحد أعود إلى كلامي فلا شك أن المرجع الأعلى للشيعة عليه أن ينظر إلى أهمية هذه الثورة وأنا أتحدث عن 78 عن 79 عامة الشيعة بسطاء الشيعة أدركوا أهميتها سيقول البعض حدثت فيها مظالم سفكت فيها دماء هذا شيء طبيعي لا تعتقد أن دولة قبل الإمام الحجة تحكم فلا تظلم هذا يمكن لا تعتقد أن لا تعتقد أن دولة ليس على رأسها المعصوم ومعصوم كإمام زماننا يبسط العدل ببرنامجه الخاص لا كما في زمان أمير المؤمنين وإلا حتى في زمان أمير المؤمنين جيش الأمير نفسه ما كان يطيع الأمير من الذي غدر بالأمير في صفين أليس نفس الجيش الذي يقاتل معه لا توجد دولة قبل إمام زماننا عادلة وإنما هناك عدل نسبي المظالم موجودة المظالم موجودة قبل سيد الخميني في زمان سيد الخميني وإلى يومك هذا المظالم موجودة والأخطاء موجودة والناس هم الناس هناك من نيته حسنة هناك من نيته سيئة هناك من ربه السلطة والكرسي وهناك من تفكيره بشكل آخر الناس هم الناس في كل زمان وفي كل مكان لكن حدث الثورة الإسلامية لا يستطيع أحد أن ينكر أهميته إلا أن يغالط نفسه بغض النظر عن كل التفصيلات والتبعات والجزئيات إذا ما أردنا أن ندخل في زواريب ومزاريب وأسرار الثورة الإسلامية بغض النظر عن كل هذه التفاصيل وما حدث بعد ذلك في الجمهورية الإسلامية لكن هذه الثورة كان لها من الأهمية ولا زال هذه الثورة هي التي أخرجت التشيع من جحر عميق مظلم الرايات الشيعية الآن الخفاقة إن كان في إيران أو في العراق أو في لبنان والوجود الشيعي الظاهر في كل سقع من أسقاع الدنيا ما رده إلى هذه الثورة من يريد أن ينكر هذه الحقائق فهو يجاف الإنصاف كان المفروض من السيد الخوعي أن ينظر بهذه العين حتى لو كان مختلفاً مع السيد الخميني في قضية فكرية في قضية فقهية في أي قضية كان المفروض أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ما يتعلق بالعالم الشيعي ولكن أنا أعذر السيد الخوعي فالسيد الخوعي رجل محبوس في دائرة علم الرجال وعلم الأصول لا علم له بما يجري حوله في العالم المؤسسة الدينية محبوسة في القرن السابع الهجري وهذا القول أستطيع أن أثبته من خلال ما فيها من الكتب والأفكار ومن خلال الأمثلة التي تضرف في الكتب الفقهية أمثلة لا تتجاوز القرن السابع الهجري حوز العلمية محبوسة وعلماؤنا محبوسون على أي حالاً ثورة الإسلامية أخرجت التشيع من ذلك الجحر العميق المظلم وأنا هنا لا أمدح الثورة بالمطلق ولا أدفع السيئات التي تنسب إلى إيران أو إلى الحكومة الإسلامية وهذا شيء طبيعي الأخطاء والهفوات والمظالم شيء طبيعي كيف نتوقع من غير المعصوم أن يأتينا بنتاج معصوم لا يمكن كيف نتوقع من الفهم البشر العادي للنصوص الدينية أن تخرج لنا نتائج قطعية وكاملة لا يمكن بالنتيجة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية مستند إلى نتاج بشري فكري من نتاج مفكريها وعلمائها وفقهائها والنتاج البشري الفكري هو واقع بين حدي الخطأ والصواب وهذا شيء طبيعي هذا على المستوى الفكري والنظري وحتى على المستوى العملي مهما حاول الإنسان هذا إذا كان الإنسان يسعى إلى الصلاح والإصلاح مهما حاول يقع في أخطاء واشتباهات لكن في الغالب أكثر الناس لا تسعى إلى الصلاح والإصلاح إلا بملاحظة مصالحها الشخصية لذلك حين أتحدث عن الثورة الإسلامية أتحدث عن الحدث بكل أهميته وبكل آثاره وبكل تداعيات هذا الحدث التي أدت إلى خروج الشيعة من ذلك الجحر المظلم من ذلك المكان المتعفن خرجوا إلى ساحة التاريخ قطعاً كل معركة فيها خسائر كل معركة فيها أضرار والرواية تقول ما من مجموعة وما من جماعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويظلمون حتى يأتي الحاكم العادل الحق وهو واحد فقط اسمه الحجة بن الحسن لا غير لا أقول نقطة راسطر هو النقطة لا نحتاج إلى نقطة ولا إلى راسطر هو النقطة على يحال لا أريد أن أطيل المكوث عند هذه النقطة فقط أردت أن أشير أن موقف السيد الخوئي من الثورة الإسلامية لم يكن منطلقاً من وعي بما يجري في العالم ولم يكن منطلقاً من تقييم صحيح لقادة الثورة اعتمد على الأراجيف والإشاعات والدعايات فكان ذلك الموقف حينما يتشكل موقف المرجع الأعلى من الدعايات هذا يدل على ارتباك في التفكير وهذا الارتباك يعود بنا إلى الارتباك العقائدي ارتباك عقائدي ارتباك فكري ارتباك في المواقف الموقف الثاني أو الصورة الثانية التي أريد أن أقف عليها موقف السيد الخوئي من السيد محمد الشيرازي من مرجعية السيد الشيرازي وهي مرجعية مهمة ابتداء إني لا أقول هذا الكلام إرضاء لأتباع السيد الشيرازي لا أبالي لا بسيد الشيرازي ولا بأتباعه لأنني في الجزء السابق في الجزء الأول من هذا البرنامج تحت عنوان العقل الشيعي حين تحدثت عن المد القطبي وكيف أنه انتشر وأخرجت لكم تسجيل بصوت السيد الشيرازي وهو يحث الخطباء على أن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب ويعلموه للناس وتوقفت عند السيد الشيرازي وسأعود مرة ثانية في هذا البرنامج إلى هذا الكلام فحينما خرج الكلام ثارت ثورة أتباع السيد الشيرازي وقالوا ما قالوا عني أنا لابا بما يقولون الآن حينما أتكلم فلست إرضاءا لهم لأنني سأعود مرة أخرى في نفس هذا البرنامج للحديث عن ذلك الموقف أنا لا أبالي لا بسيد الشيرازي ولا بغيره ولا أبالي بشيعة العلماء أنا أبالي بآل محمد وبشيعة آل محمد موازيني هي موازين آل محمد على الأقل أنا أعتقد بذلك سواء قبلت مني أم لم تقبل لكنني حين أتصرف أتصرف على موازين أنا أعتقد بأنها موازين آل محمد حديث الآن عن السيد الشيرازي فليس إرضاءا لأتباع السيد الشيرازي أو لأي أحد مثل ما تحدث قبل قليل عن السيد الخميني نحن نتحدث عن التشيع وعلماء الشيعة علامات ورموز في ساحة التشيع المواقف الإيجابية منهم تكون لنصرة الإمام الحجة المواقف السلبية تكون لخذلان الإمام الحجة الموقف الإيجابي لأي مرجع في نصرة الإمام الحجة نحن معه بعقولنا وقلوبنا ودمائنا وأموالنا وبكل شيء والموقف السلبي نحن ضده نرفضه رفضا قاطعا ونلقي به في أوسخ المزابل نلقي بذلك الموقف وبذلك الرأي وبذلك القول وبذلك النشاط قل ما شئت نلقي به في أوسخ المزابل بل إن أوسخ المزابل ستطهر ذلك الموقف سيوسخ هذا الموقف أوسخ المزابل لذا حديثي هنا عن موقف السيد الخوئي من مرجعية السيد الشيرازي سيد الشيرازي ظلم هذا الرجل ظلم وأنا حين أدافع عنه هنا لا لشخصه إنما أتحدث عن ظاهرة الظلم الموجودة في الواقع الشيعي وأول من فتح باب الظلم على السيد الشيرازي هو السيد محسن الحكيم حينما بدأ السيد الشيرازي لتأسيس مرجعيته في كربلاء وتلك هي أكبر جريمة في نظر المرجعية في النجف ولا توجد جريمة أكبر منها وهذا النظام موجود إلى يومك هذا يعني لا يفسح المجال لأي مرجعية جديدة حتى لو كان ذلك في صالح الشيعة نحن في العصور المتأخرة نحن في العصور المتأخرة يمكن أن نشير نشير إلى أربعة مرجعيات كان لها تأثير مهم وإيجابي جدا المرجعية الأولى مرجعية السيد محسن الحكيم على رغم المؤاخذات الكثيرة على هذه المرجعية ومعروفة هذه المؤاخذات ولا توجد مرجعية ليست عليها مؤاخذات لأننا لا نتعامل مع معصومين نتعامل مع أناس عاديين قدراتهم عادية يتصرفون كتصرف أي إنسان فهم ما بين الخطأ والصواب هم ما بين الاشتباه وبين معرفة الحقيقة هم لا يمتلكون القدرة الكاملة على معرفة الأشخاص ومعرفة ما حولهم ولا تتوفر لديهم الوسائل الكافية أنا لا أريد الآن الحديث في كل هذه الجزئيات لكن مرجعية السيد الحكيم على الأقل في العراق على الأقل في العراق نظمت الوضع الشيعي الوضع الشيعي كان في غاية الارتباك قبل مرجعية السيد محسن الحكيم السيد محسن الحكيم في مرجعيته نظم الوضع الشيعي العام في العراق فتحت الكثير من الحسينيات أسست الكثير من المساجد فتحت الكثير من المكتبات حدث تنظيم بنحو ما للحوزة حاول السيد الحكيم أن يخرج من إطار العراق فذهب إلى مناطق مختلفة من العالم أرسل الوكلاء والمبلغين مرجعية السيد الحكيم نظمت الوضع الشيعي بشكل لم يكن قد كان عليه قبل هذه المرجعية فهذه القضية قضية لا بد أن تذكر ولا بد أن يشار إليها ولا بد أن تسجل المرجعية الثانية والتي كان لها عظيم الأثر مرجعية السيد الخميني خصوصا خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية لأنه في مشروعه هذا أخرج التشيع من حالة موت وكأن التشيع كان يعيش حالة من الموت السريري أعاده إلى الحياة من جديد ولا زلنا نعيش في أصداء تلك الثورة ولا زالت الأحداث تترى إلى يومنا هذا ولولا هذه الثورة ما رفت راية شيعية لا في إيران ولا في العراق ولا في لبنان ولا في أي سقع آخر ولولا هذه الثورة من تشر هذا التشيع في كل مكان ولولا هذه الثورة ما كان للشيعة مراكز وحسينيات ومعالم ومرافق في كل مكان الآن في كل الأرض لو تبحث عن أسبابها ستجد أن ذلك من آثار الثورة حتى نفس مرجعية السيد الخوئي نفس مرجعية السيد الخوئي وهذا الكلام قاله ابن السيد الخوئي سيد جمال جمال الدين ابن السيد الخوئي الابن الأكبر لماذا هو جاء إلى إيران وتوفي في إيران ما أن العلاقات كانت بين العراق وإيران كانت بشكل سيء جاء إلى إيران هو كان يقول في مجالسه الخاصة إن أموالنا والحقوق التي تأتينا بعد انتصار الثورة في إيران صارت أضعاف مضاعفة فجاء إلى إيران لأجل أن يتابع هذه الكميات الهائلة من الأموال لكنه توفي في وقتها كانت شائعات لا أدري أنا لا أثبتها ولا أنفيها قالوا بأن بعض أكلاء السيد سمموا أنا لا أعلم مدى صحة هذه القضية سمعت بها كما سمع بها الآخرون لكن هذا الأمر شاع في حينه لما توفي السيد جمال الدين وكان من نيته أن يرجع إلى العراق يرجع إلى أبيه هو المشرف على مرجعية أبيه لكنه جاء لأجل أن يسيطر وينظم أمور الأموال الأموال الطائلة التي عنده وكلاء السيد الخوئي على أي حال توفي سيد جمال هو كان يقول كان يقول بأنه بعد انتصار الثورة توسعت مرجعية أبي إلى أكثر من ضعفين والأموال كانت تأتين أضعاف مضاعفة ولكن موقفهم معروف بقي موقف السيد الخوئي وأولاد السيد الخوئي من الثورة الإسلامية معروف أنا لا أورد الخوط في هذه القضايا لست هنا في هذا الجانب أو مع هذا الجانب ولا ضد ذلك الجانب نحن هنا نناقش الأمور نقاشاً علمياً للوصول إلى الحقيقة هدف الأول والأخير ليس الدفاع عن السيد الخميني أو عن السيد الخوئي أو عن الشيرازي أو عن أي شخص آخر هدفي الدفاع عن حديث أهل البيت هذا هو هدفي لا شأن لي بكل أحد المرجعية الثالثة مرجعية السيد الشيرازي مرجعية لها أثر فعال وواضح في الوسط الشيعي ولو أنها حبست في الجو الكربلائي ولكنها تركت آثار واضحة جداً في العالم الشيعي إذا أردنا أن نحذف مرجعية السيد الشيرازي من الواقع الشيعي فإننا سنحذف كثيراً من هذا الانتشار الشيعي الحسيني في العالم هذا الانتشار الشيعي الحسيني في العالم كانت أياد مرجعية السيد الشيرازي وراءه وأنا حين أتحدث بهذا الشكل هذه الأمور لها مدخلية في التمهيد للإمام الحجة سواء كان العلماء يقصدون ذلك أو لا ما قام به السيد الحكيم من تنظيم الوضع الشيعي له مدخلية في التمهيد لظهور الإمام بدرجة وبأخرى الثورة الإسلامية في إيران مشروع السيد الخميني له مدخلية كبيرة وكبيرة 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 جداً في مشروع التمهيد ونفس الشيء النشاط والعمل الواسع الحسيني لمرجعية السيد الشيرازي له مدخلية سواء كان القائمون وضعوا هذا في نيتهم أم لم يضعوا الواقع يقول ذلك هي بشكل أوتوماتيكي بشكل ضروري اضطراري تقود إلى ذلك هي جزء من أجزاء مشروع التمهيد المرجعية الرابعة هي مرجعية السيد محمد الصدر بخصوص العراق رغم كل ما يقال من إشكالات وهذه الإشكالات الطبيعية السيد محمد الصدر خرج بالوضع الشيعي من القبور خرج بالوضع الشيعي في العراق من القبور من داخل المقبرة التغيرات التي أحدثها والهزة التي أوجدها صحيح ربما بعد اغتياله وبعد مقتله حدثت أمور وهنات وهنات وأشياء وبعد الاحتلال الواء كل الذي جرى لكن تبقى مرجعيته تركت أثرا كبيرا واضحا له مدخلية في مشروع التمهيد للإمام الحج هذا معتقدي هذه رؤيتي أعتقد أن هذه المرجعيات المرجعيات الأخرى لا شأن لي بها المرجعيات الأخرى ما تركت أثرا واضحا في هذا الاتجاه هذه المرجعيات هي التي تركت أثرا واضحا قد يخرج علي معمم حوزوي فيقول لي السيد الخوئي كتبه مررنا عليها وكيف عقيدته وكلاؤه وطلاب كلاؤه معروف قضيتهم مؤسساته وكذا لا أثر فيها للتمهيد لمحمد وآل محمد لا أثر فيها للتمهيد للحجة ابن الحسن تكون لها محاسن منافع أخرى لا علاقة لي بهذا الموضوع تحدثت هنا عن المرجعيات التي تركت أثرا سواء كانت قاصدة لذلك أم لم تكن قاصدة في المرجعيات التي عاصرناها وعايشناها أنا لا أتحدث عن كل التاريخ الشيعي تحدثت عن المرجعيات لأنني أتحدث عن هذا العصر لا شأن لي بالعصور السابقة إذا تطرقت إلى العصور السابقة فإن ضرورة البحث تدفعني إلى ذلك فماذا كان موقف السيد الخوئي من السيد الشيرازي كان موقفه سيئا جدا أكثر ضربة وجهت لمرجعية السيد الشيرازي وأثرت في مرجعيته هو موقف السيد الخوئي الفتاوى التي كانت تأتي من النجف لم يثبت اجتهاده أمره مريب لا يجوز تقليده لا يجوز أعطاء الحقوق الشرعية له إلى غير ذلك وكانت توزع وكانت توزع خصوصا في الخليج في العراق في الخليج لأن السيد الشيرازي آنذاك كان في الكويت وكان المتصدي لتوزيعها هم عناصر حزب الدعوة أكثر الجهات التي ضربت السيد الشيرازي مرجعية السيد الخوئي السيد الخوئي بفتاوى وكلاء السيد الخوئي والذين طبلوا لهذا الأمر هم حزب الدعوة حزب الدعوة كان وقعهم ثقيلا على السيد الشيرازي أنا الآن لا أريد الدخول في موضوع حزب الدعوة والسيد الشيرازي حديثي عن السيد الخوئي لكن الحديث جرى الحديث فوصلنا إلى هنا أعرض عن هذه النقطة لو بحثنا في ما قام به السيد الخوئي ما هي أدلته على كل ذلك أدلته هو التهريج والدعايات والأراجيف هو لم يلتقي بالسيد الشيرازي مثل ما كتب شيخ مرتضاء الياسين نفس الشيء لما كتب بأن اجتهاده لم يثبت عندي رغم الكتب الكثيرة المنسوبة إليه يعني على أي أساس اعتمد الشيخ مرتضاء الياسين في التشكيك بالكتب التي طبعت للسيد الشيرازي رغم الكتب الكثيرة المنسوبة إليه هذه المنسوبة ذبحتنا التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وأسقطوه كتاب الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري وذبحونا به المنسوب إلى الإمام العسكري هذا وضعناه على جانب المنسوب إلى ابن الغضائري ذبحنا به وهو منسوب إلى ابن الغضائري هذه المنسوب ذبحتنا على طول التاريخ لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لكن أقول أكثر جهة ظلمت السيد الشيرازي هو السيد الخوئي ولو لا فتاوى السيد الخوئي لكانت مرجعية السيد الشيرازي أوسع والإمكانات المالية لها أكثر فكانت حينئذ أكثر فائدة تكون للتشيع الآن الفضائيات الشيعية فضائيات شيرازية على رغم ضعفها وبؤسها كل القنوات الشيعية ضعيفة وباعسة ولكن لها التأثير الكبير الحسينيات الشيرازية في كل مكان وأستعمل هذا التعبير وإن كنت لا أحب أن أستعمله لكن هو هذا الاستعمال الشائع الموجود ولكن الآن بعد وفاة الاثنين آثار الشيرازي في كل مكان أما آثار الخوئي أين هي؟ آثار الخوئي هذه الكتب هذه الكتب المشحونة بالفكر المخالف والكتب التي ملأت بهذه العقائد الهزيلة هي هذه آثار الشيرازي في كل مكان سواء اتفقنا مع السيد الشيرازي أو اختلفنا معه بغض النظر لكن الحقائق حقائق الذي يرى الحقائق ولا يقر بها هو إما أثول يعني يرى الأمور برؤية غير صحيحة وإما مريض واحدة من اثنين إما مريض يحمل مرضاً حسداً عناداً حقداً طيحت حاض أي شيء من هذه الأنواع الحقائق حقائق أمامنا ولكن علينا أن لا ننظر بعين التشيع للعلماء أن ننظر بعين التشيع للحسين وآل الحسين انظروا بهذه العيون علموا أنفسكم يا شباب الشيعة أن لا تنظروا بالعيون المتشيعة للعلماء والمراجع والله لا ينفعونكم هم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم لا يملكون سكاً في حسن العاقبة حالهم كحالنا كحالكم كحال الجميع الذين يملكون السكوك هم هم المخاطبون في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليهم إلى هؤلاء إياب الخلق إليكم تلك الجهة التي تملك السكوك جهة التأمين الكامل إنه إمام زماننا انظروا بهذه المقاييس إذا نظرنا بهذه المقاييس فإننا لا نظلم أحداً حينئذ لا من علمائنا ولا من غيرهم أما إذا نظرنا بعيون العلماء للأشياء إذا نظرنا بعيونهم لا يأتيني أثول الآن ويقول لي وأما في الحوادث الواقع أولاً هذه الرواية أنتم تضعفونها هذه ضعيفة من التوقعات وثانياً هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت وأما في الحوادث الواقع ليس في كل شيء هناك بعض الحالات أنتم لا تعرفونها سألوا عنها أما الأشياء الواضحة التي بيّنها الأئمة للجميع ما من حاجة أن ترجع إلى العلماء وإذا أكملت الرواية وإذا أكملت الرواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم حجيتهم مقيدة عرضية يصيبه الزهايمر في آخر أيام حياته يصيبه الخرف أين حجيته؟ يفقد الذاكرة في وقت من الأوقات تسيبه الجلطة السكتة الدماغية فلا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يكتب أي حجية هذه هذه حجية عرضية بشروط معينة إلى آخره ليس الحديث عن هذا الموضوع إذن هذا الموقف الثاني وهو موقف السيد الخوعي من السيد الشيرازي والذي أدى إلى تضييق هذه المرجعية والذي أدى إلى تضييق إمكانات هذه المرجعية لو كانت المساحة أوسع مفتوحة لها لتركت أثرا أكبر من هذا الأثر أين هو أثر السيد الخوعي في نشر الذكر الحسيني في المشروع الحسيني لا وجود له أنت الآن في أي مكان تذهب تجد للشيرازي معلما حسينيا واضحا أما السيد الخوعي أين معالمه الحسينية؟ أين معالمه المهدوية؟ معالمه أكلا في كل مكان يجمعون الأموال هذه معالمه وكتب مشحونة بالفكر المخالف هذه هي الحقيقة ستقولون أن هذا جاهل مدعي ضال يتهجم على العلماء دفعت له الوهابية الأموال هذا الكلام الذي أعرفه هو يعرفه الكثيرون لكل من يطرح رأيا صادقا واضحا هذه حقائق أجيب على الحقائق التي طرحت في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة وفي ما سيأتي على أي حالة النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها قلت في هذه الحلقة أسلط الضوء على خمسة مواضع من مواقف السيد الخوي من قراراته النقطة الثالثة الشيخية وهنا أيضا حينما أدافع عن الشيخية لا لأرضائهم أنا لا أرضي أحدا ولا أبالي بأحد لأنني حين انتقدت الشيخ الإحسائي ثارت ثائرتهم في الجزء السابق من هذا الملف وسأعود إلى انتقاده في شهر رمضان أيضا في ملف الكتاب الناطق أنا لا أبالي بأحد لكنني أرى في الشيخ الإحسائي نموذجا واضحا وغيورا في الدفاع عن آل محمد وقد بذل من الجهد الكبير وسأتحدث عنه في هذا البرنامج سيأتي الحديث عن الشيخ الإحسائي وعما بذله الشيخ الإحسائي في هذا البرنامج في طوايا هذه الحلقات نحن نريد أن نصل إلى صورة واضحة هذا لا يعني أنه لا توجد هفوات للشيخ الإحسائي لا يوجد أحد كلنا هفوات كلنا أخطأ بقدر ما نقترب منهم ما فينا من حسن يعود إليهم وما فينا من قبح فهو منا ما كان بنا من حسنة فمنهم وما كان بنا من سيئة فمن عندي أنفسنا موقف السيد الخوي وموقف المؤسسة الدينية بشكل عام من الشيخية من أتباع الشيخ الإحسائي والكثير من الشيعة لا يعرفون بأن الشيخية هم شيعة إثنى عشرية ووالله إن عقائدهم لو قيست بعقائد السيد الخوي فإن السيد الخوي ما ذكره في كتبه أنا لا أتحدث عن القلوب لا أعلم ماذا هو في قلب السيد الخوي ولا أعلم ماذا في قلب الشيخ الإحسائي أنا أتحدث عن كتب أنا رجل علم وفكر وكتاب هذا هو اختصاصي أتحدث عن كتب أنا لا أتحدث عن نوايا وعن قلوب ما أدراني بذلك أنا حديثي عن كتب فحين أتصفح كتب الشيخية كتب الشيخ الإحسائي لأطلع على عقيدته وأقارن بين عقيدة الشيخ الإحسائي وبين عقيدة السيد الخوي عقيدة السيد الخوي تكون تحت الصفر بالقياس إلى عقيدة الشيخ الإحسائي إذا ما وضعت مقياس حتى ولو من مليار ويأتي السيد الخوي هكذا بسهولة ليصدر حكمه أيضا على الشيخية على شيعة أهل البيت وهذا هو منية السائل مجموعة فتاوى هامة للسيد الخوي لآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي دام ظله في أيام حياته السؤال في صفحة 225 من هم الشيخية مجموعة الذين في الإحساء وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا الجواب لا يجوز ذلك لا تجوز الصلاة خلفهم خلف الشيعة أهل البيت أكرم بمثل هذه الفتاوى العظيمة لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة يعني أقوال السيد الخوي التي مرت أقوال صالحة يعني أن من حضروا لقتال الحسين أكثرهم من النواصب ليس كلهم أكثرهم أنجاز هذه العقائد الصالحة أن الأول والثاني ليس من النواصب خلاف واضح لضروري الزيارات والروايات والأدعية وضروري المعتقد يعني هذه أقوال صالحة وعقائد الشيخ الإحسائي عقائد غير صالحة قطعا نحن لا نقطع بكمال العقيدة عند الشيخ الإحسائي أو عند غيره وإنما كنن بحسبه لكن مع وجه المقايسة أين هذا من هذا لماذا لم يطبق منهج أنفسنا على الشيخية لماذا لم يطبق هذا المنهج لماذا طبق على غيرهم ليس؟ هي هذه مدرسة السيد الخوي سأتحدث عن الشيخ الإحسائي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الموقف الرابع الذي أسلط الضوء عليه هو وصية السيد الخوي وصية السيد الخوي وصية السيد الخوي حين أوصى وكتب وصيته فيما يعمل بما ترك بعد وفاته ماذا كانت الوصية؟ كانت الوصية أن جميع الأموال والمؤسسات والممتلكات تكون تحت تصرف أولاده كما في نص الوصية بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم لا أريد أتحدث عن تطبيقها ومن هو الأرشد من ولده لا أريد الدخول الآن في هذه التفاصيل هو أوصى وكأن هذه الأموال ملكا له قطعا هذا الموضوع أثار ما أثار من الكلام والحديث والإشكالات وسنأتي عليه سنأتي على هذا الموضوع الموضوع في طوايا الحلقات القادمة نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل في قضية الأموال التي تصل إلى المراجع لكن بأي حق السيد الخوئي يوصي؟ بأي حق؟ وهو لا يعتقد بأن للفقيه ولاية أموال السيد الخوئي أين راحت؟ أموال السيد الخوئي هي ليس أموال السيد الخوئي ولكن هكذا تسمى الأموال التي أخذها السيد الخوئي من الشيعة الأموال التي كانت في الخليج خصوصا في السعودية وهي أموال طائلة بعد وفاة السيد الخوئي الحكومة السعودية أرسلت على وكلاء السيد الخوئي في السعودية وهم كثر والأموال كثيرة تملأ البنوك في السعودية الحكومة السعودية أرسلت عليها قالت لهم هذه الأموال من أين جئتم بها؟ لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذه الأموال تعود لنا يعرفون سعودية تعرف هذه الأموال من أين تأتي؟ قالوا هذه أموال مرجعية السيد الخوئي قالوا لهم السيد الخوئي مات وجاءوا بالرسالة العملية قالوا السيد الخوئي يقول إذا مات المرجع سقطت الوكالات الآن أنتم لا تملكون هذه الأموال إذا كان في حياة السيد الخوئي كنتم وكلاء للسيد الخوئي الآن السيد الخوئي مات وبموته أيضا ماتت وكالاتكم إذن هذه أموال مجهولة المالك هذه أموال لا تملكونها أنتم هذه الأموال ترجع إلى بيت المال وسلمت لمؤسسات الوهابية لنشر الفكر الوهابي هذه أموال السيد القوعي في السعودية طبعا هذه القضية لا يتحدثون عنها ولا يشير إليها أحد ولكن هذه القضية معروفة عند الشيعة في السعودية وعند ذو الشأن يعرفون هذه القضية أخذت الأموال وسلمت إلى المؤسسة الدينية الوهابية الأموال الموجودة إن كان في العراق أو خارج العراق تسلط عليها أولاد السيد القوعي وقسمت كما يقسم الميراض وهذه هي الحقيقة والمستند وصية كتبها السيد القوعي ونشرت هذه الوصية نشرت بنصها الكامل في مجلة النور التي تصدرها مؤسسة الإمام الخوعي في لندن موجودة الوصية في مجلة النور هذه المواقف ألا تدل على ارتباك في الرؤية ارتباك في التصور أنا لا تهمني هذه الأشياء أنا أريد أن أصل إلى أن آراء السيد الخوي آراء مرتبكة حين يحكم على تفسير الإمام العسكري بالإعدام فهذا رأي مرتبك عقيدته مرتبكة آراءه الفكرية مرتبكة مواقفه مرتبكة بالنسبة لي كيف أثق وأطمئن وأعتمد على رأيه بل كيف أعطي لرأيه في تفسير الإمام العسكري كيف أعطي له أي مقدار من القيمة العلمية مع شخصية بهذه المواصفات مدارنا دائما هو الولاية والبراءة هذا هو المدار الذي ندور حوله ونتحرك فيه وباتجاهه صورة أأخذها لكم هذا هو تفسير البيان هذه الطبعة طبعة تفسير البيان في حياة السيد الخوي هذه الطبعة طبعة دار التوحيد 1979 في حياة السيد الخوي هذه الطبعة هذه الطبعة نفس النسخة التي أشرف السيد الخوي بنفسه على طباعتها نسخة التي طبعت ووافق عليها السيد الخوي في أيام حياته في صفحة 155 مثال لقطة صورة في صفحة 155 في حياة الكسائي الكوفي السيد هنا في هذا الفصل في هذا الباب يترجم للقراء السبعة يتحدث عن القراءات السبعة عن القراءات السبع ويترجم للقراء لما وصل إلى الكسائي الكوفي علي بن حمزة الكسائي وينقل النصوص عن كتب المخالفين عن كتبهم فينقل هذا القول عن المرزباني إلى ابن الأعرابي المهم الكلام هنا كان الكسائي ابن الأعرابي يقول كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا هذا هو تفسير البيان للسيد أبو القاسم الخوئي طبعة 79 نفس الطبعة التي طبعت بإشراف وموافقة من السيد الخوئي كان الكسائي ينقل هذا الكلام عن ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به نقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا من أين نقل هذا الكلام نقله عن معجم الأدباء معروف من كتب المخالفين للحموي يقوط الحموي السيد الخوئي هنا نقل هذا الكلام نذهب إلى المصدر إلى معجم الأدباء معجم الأدباء النسخة التي كتب في الحاشية التي نقل عنها السيد الخوئي نقل عن الجزء الخامس صفحة 185 النسخة التي أنقل عنها هو نفس الكتاب لكن طبعا مختلفة معجم الأدباء لياقوت الحموي تحقيق الدكتور إحسان عباس الجلد الرابع رقم الترجمة 750 ترجمة علي بن حمزة الكسائي ماذا قال هكذا قال كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق هذا الشيء حذفه السيد الخوئي لماذا يعتفه لا أدري رجل مخالف الكسائي وهو في مقام تضعيف القراءات والكلام هم المخالفون كتبوه عن صاحبهم السيد كان أحرص منهم كان يديم شرب النبيذ ويجاهر ب نقاط أي كلمة حذفها ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا هم يقولون هذا الكلام عنه لا أدري السيد حينما قال كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه لا أدري ربما تريدون أن تعرفوا معاني هذه الكلمات لا أدري أن السيد كان متوجها على رهق فيه على رهق فيه الرهق يأتي بمعنى الكذب الرهق يأتي بمعنى السفاهة الرهق يأتي بمعنى الطيش والخفة الرهق يأتي بمعنى السخف فهو يقول كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه بعبارة دقيقة بعبارة دقيقة وباللهجة العراقية باللهجة على رهق فيه باللهجة العراقية يعني عفطي بالضبط هذا هو التعبير كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه على رهق فيه يعني عفطي يعني عفطي سرسري بهذا التعبير كان يديم شرب النبي يعني عرق ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق الروق هذا التعبير كان يستعمله الفرخشية في ذلك العاصر في وصف الغلمان الذين يستحسنون أن يلوطوا فيهم هو هذا الموجود في الكتب على رهق فيه يعني عفطي كان يديم شرب النبي يعني عرقشي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق يعني فرخشي هذه باللهجة العراقية لأنه ربما هذه الكلمات غير واضحة فأحتاج إلى توضيحها لمن يتابعني من العراقيين إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا سبع تنعاء ليس مهما عندي الكسائي سأعود إلى الكسائي لأنني سأتحدث عن القراءات في هذا الجزء من نحن نتحدث عن الكتاب الصامت لابد من الحديث عن القراءات أيضا نعود إلى الكسائي أنا كلامي هنا مع السيد الخوي السيد الخوي هنا حذف هذا الكلام ووضع نقاط لماذا استكثر على الكسائي أن يقال عنه هذا سيخرج لي أثول ويقول لي بأن هذا من تقدس السيد الخوي يديم شرب النبيذ ماذا على رهق فيه ماذا إذا كان هذا من تقدس السيد الخوي على رأسه لماذا السيد الخوي هذا مشهد من مشاهد البراءة لماذا السيد الخوي أيضا في تفسير البيان في صفحة 551 من هذه الطبعة حينما حينما أورد هذه الرواية تعليق رقم 13 الرواية عن محمد بن سنان كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق لنقرأ الرواية كاملة ما هو الذي ما أراد السيد الخوي أن يذكره الرواية في الكاف الشريف عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد يعني بن سنان إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر إلى هنا قطع السيد الخوي الرواية تتمت الرواية فمكثوا ألف دهر إلى جملة فمكثوا ألف دهر سيد قطع الرواية ووضع نقاط النقاط ما هي ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون هذا التحليل والتحريم ليس في القضية التشريعية هذا من البديه هم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون حديث هنا عن التحليل والتحريم التكويني الولاية التكوينية المبسوطة على كل الكون لأن الكلام ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وليشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مراق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد خلاصة الدين في هذه الرواية يعني هل أن كلام السيد الخوئي مع الوهابي ينقله بالكامل أهم من هذه الرواية هل أن كلامه مع يهودي ينقله بالكامل هل أن روايات المخالفين أهم من هذه الرواية هذه الرواية مضمونها أعلى مضمون لو ذكرت في كل كتاب السيد الخوئي كتاب السيد الخوئي كله لا يساوي شيئا بالقياس إلى هذه الرواية لكن هذه الرواية بترها السيد الخوئي وضع نقاط هذه لقطة ولائية وتلك لقطة برائية القضية تقف عند هذا الحد أبدا أنا ذهبت واطلعت على تفسير البيان الطبعة الأخيرة آخر طبعة التي طبعت بإشراف من مؤسسة الإمام الخوئي وفي المقدمة ماذا قالوا قالوا ومؤسست إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة تسعى جاهدة في طرح موسوعته الكاملة في الفقه والأصول والرجال والتفسير عرفانا منهم بجميل ما قدمه هذا العلم الفذ والطود الشامخ على طريق إحياء ونشر علوم آل محمد يعني معجم رجال الحديث يحيي وينشر علوم آل محمد أو يذبح علوم آل محمد على أي حال بنظرهم ينشر ذبح علوم آل محمد هو نشر لعلوم آل محمد لكن المؤسسة هكذا ادعت في تحقيق وطبع لنرى كيف حققت هذه المؤسسة الشريفة بأموال الشيعة كيف حققت نذهب إلى الكساء الكوفي لو كانت هذه المؤسسة فعلا حققت لكان على الأقل أن تذهب إلى موضع النقاط الذي وضعه السيد الخوئي لما قال ويجاهر بي وضع نقاط ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق باتخاذ الغلمان الروق السيد الخوئي حذفها وضع باء ونقاط لو كانت المؤسسة في حال تحقيق إما تضيف هذه الكلمة في المتن لهذه النقاط أو في الحاشية في الحاشية تكتب وتقول بأن الذي حذفه السيد الخوئي هو هذا اتخاذ الغلمان الروق الروق يعني الذين هم في غاية الجمال والحسن والترف ماذا فعلوا حذفوا النقاط وحرفوا الكلام قالوا كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به حذفوا النقاط وأضافوا ضمير الهاء إلى حرف باء هذا هو التحقيق في قمته أنا لا أقول بأن هؤلاء الذين يعملون في المؤسسة الذين يعملون في المؤسسة يدافعون عن الكسائي أصلا هم في حال آخر لا شعن لهم لا دفاعا ولا غير دفاعا الكسائي أكثر أولاء أغبياء ولا يفهمون شيئا عمائم كبيرة من دون فهم ولا علم وإلا كيف يقولون هذا إما يتركون الكتاب على حاله نقاط أو إذا كانوا محققين أن يعودوا للمصدر فيكتبون في الحاشية أن الكلام الذي ما ذكره السيد الخوي هو هذا أما أن يحذفوا النقاط ويضيفوا ضميرها إلى الجملة ويأتونا بكلام جديد المشكلة هذه القضية الآن موجودة في فضائياتنا وعلى منابرنا الكثير من خطبائنا يصعدون على المنابر والكثير من مقدمي البرامج في الفضائيات يتحدثون يحاججون المخالفين فينقلون نصوصا من كتبهم هي النصوص صحيحة ولكنهم لا ينقلونها من مصادرها الصحيحة مثلا بعض الخطباء أحد الخطباء المعروفين نقل عن كتاب هذا الكتاب هو جلد واحد وجلد صغير فنقل عن الجلد الثاني من الكتاب المخالفون خبثاء يخرجون كلامه ماذا يقولون يقولون إننا بحثنا عن الجزء الثاني لا وجود له هو هذا الكلام موجود في الكتاب ولكن الكتاب هو فقط جزء واحد يبدو أنه نقله من كاتب شيعي أثول وجاء به لكنه قال على المنبر إني راجعت نفس الكتاب والكتاب هو من جزء واحد وإلا الحديث موجود في الكتاب الحديث أنا أقرأه وأحفظه من نفس الكتاب موجود يعني لم يكن كاذبا لكن لا وجود لجزء ثاني أو آخر ينقل حديثا عن أحد كتب التفسير من كتب تفسير المخالفين قال هذا الحديث في الجزء الأول هو موجود في الجزء الأخير وليس في الجزء الأول هو قال في الجزء الأول الحديث موجود لكن هؤلاء الوهابية شياطين قالوا هذا الجزء الأول فبحثوا فيه لا وجود لهذه الرواية هم يعرفون الرواية موجودة في الجزء الأخير ومثل هذا كثير في فضائياتنا كثير جدا حين أتابع الفضائيات أسمع من مثل هذا الكثير الكثير والغريب أن البعض قد كتبها في أوراق ويقرأ من الأوراق وهذا أخو هذا من نفس مؤسسات التحقيق وهذه الأموال التي تأخذ من الشيعة بمختلف العناوين هذا هو التحقيق هذا هو المصدر الأصلي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق السيد الخوئي ما راق له ذلك وضع نقاط حرف باء دفاعا عن الكسائي أراد أن يستر الكسائي الجماعة هنا ما أريد أن أتهمهم بالناصب والعداء ليهلبت أبدا ولكن يعرف هؤلاء أغبياء ثلام فحذفوا النقاط أصلا ربما لا يعرفون أن هذه النقاط معناها هناك كلام ربما لا يعرفون هذه لا يعرفون أن هذه النقاط أن كلاما حذفه السيد الخوئي فكتبوا كان يديم شرب النبي ويجاهر به يعني يجاهر بشرب النبي بينما الموجود في الأصل ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق وثقوا مثل هذا أصادفه يوميا في الكتب في كتب علمائنا مثل هذا أصادف الكثير وستتضح لكم أمثلة كثيرة حتى في كتبنا الشيعية من مثل هذا في طوايا الحلقات الآتية الكلام طويل طويل لكن كانت هناك ملاحظة بخصوص السيد الشيرازي أخذني الحديث ولم ألتفت إلى الإشارة إليها هذه الملاحظة ذكرها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة في صفحة 334 خلاصة الكلام سيد حسن الكشميري يقول كنت في دمشق فالتقيت بابن السيد الخوي سيد جمال سيد جمال الدين الخوي يطلب من سيد حسن الكشميري لأنه كان جائياً وآتياً من إيران سيد حسن الكشميري سيد جمال الدين كان آتياً من العراق إلى سوريا وكان ذهب للعلاج في ألمانيا على أي حال فسيد حسن الكشميري فسيد جمال يطلب من السيد حسن الكشميري أن يعطيه رقم تليفون السيد محمد الشيرازي المرجع سيد حسن اعتذر وقال له يمكنك أن تذهب إلى سيد محسن الخاتمي في شارع الأمين هو وكيل السيد الشيرازي هناك أو سيد هاشم القزويني واطلب منهم رقم تليفون السيد الشيرازي سيد حسن يقول بعد ذلك التقيت بسيد هاشم القزويني وأخبرني بأن سيد جمال الدين التقى به أليس سيد حسن الكشميري قال له اذهب إلى سيد محسن الخاتمي أو سيد هاشم القزويني فهو ذهب إلى سيد هاشم القزويني وهناك صلة صلة قرابة فيما بين سيد حسن الكشمير وسيد هاشم القزويني يكون خالا لزوجته يقول سيد هاشم أخبرني قال لي التقاني سيد جمال الدين ثم قال لي هل تعلم لما أراد ذلك لما أراد تليفون السيد الشرازي قلت لا قال لقد طلب مني برجاء شديد وقال أن تتصل بالسيد بالسيد الشرازي وتطلب منه العافو والمسامحة يعني براء الذمة هو سيد حسن الكشميري يقول كان سيد جمال في وقتها مصاب بالسرطان وربما تكون هذه أيامه الأخيرة على أي حال ليس الحديث الآن عن سيد جمال أن تتصل بالسيد وتطلب منه العفو والمسامحة لأن البيانات التي صدرت ضده باسم والدي نحن صنعناها والوالد لا علم له بها وأكد علي أن أستوهب له من السيد الشرازي قطعا أنا لا أصدق بكلام سيد جمال كلام سيد حسن صحيح ما نقله كلام سيد حسن الكشميري أنا أصدقه فيما ينقل لكنني لا أصدق سيد جمال أن سيد الخو لا علم له بهذه القضية هذا أمر يطلب من خلاله سيد جمال الدين شيئا لأنه كان يخطط الذهاب إلى إيران وربما في باله شيء أنا هكذا أسيء الظن بهم لا أستطيع أن أحسن الظن هناك حالات ليس من المعقول أن الإنسان يحسن الظن فيها خصوصا إذا كانت له تجربة وخبرة وخصوصا إذا كانت المواضع مواضع فساد وكما يقول سيد الأوصياء سوء الظن من حسن الفطن في بعض المواطن يكون سوء الظن من حسن الفطن نعم يمكن أن يكون أن سيد الخو لا علم له بحقيقة ما وصلت إليه من المعلومات كما قلت اعتمد على الأراجيف والدعايات والأكاذيب من ولده وحتى لو كانت هذه القضية قضية حقيقية يعني السيد الخوئي أين يعيش في المريخ لنفترض أن هؤلاء كذبوا وزوروا وعندهم الخاتم وأصدروا الفتاوى ضد السيد الشرازي أنشروها السيد الخوئي أطرش أعمى أصام في أي مكان يعيش ألا تصل إليه الأخبار ممكن هذا الكلام وخصوصا مثل هذه القضية حينما تنتشر يأتي الناس يسألون السيد الخوئي مباشرة حينما انتشرت الأوراق الناس رجعوا إلى السيد الخوئي وسألوا مباشرة لكن هذا كذب كذب في كذب نعم السيد الخوئي لا علم له بحقيقة الأراجيف هو يوافق على ما يقولون له نعم هذا الكلام صحيح فإذا كان المقصود من كلام سيد جمال الخوئي بأن السيد الخوئي لا ذنب له في ذلك وإنما الذنب ذنبنا وأنا أعتقد يقصد هذا المعنى لكن هناك سوء في التعبير ربما من سيد هاشم القزويني أو من سيد حسن الكشميري هناك سوء في التعبير وإلا هذا غير ممكن أن السيد الخوئي لم يكن قد علم أو قد سمع بالفتاوى التي انتشرت في كل مكان عن السيد الشيرازي وجاء الكثير من الناس يسألون السيد الخوئي خصوصا من الخليج بشكل مباشر وجها لوجه كيف لا يعلم لكن يبدو أن المقصود هو هذا إذا كان المقصود هو هذا نعم أنا أصدق سيد جمال في هذا الحديث أما بهذه الصيغة لا أصدقه وأسيء الظن فيه ولربما عنده حاجة في باله شيء ومثل هذا يحدث كثير وإحنا أولاد القرية أو كل من يعرف خيه مطالب أخرى كثيرة لكنني أرى الوقت يجري سريعا الآن صار عندنا خمسة مواضع في الجانب العقائدي خمسة مواضع في الجانب الفكري والعلمي والبحث النظري خمسة مواضع في اتخاذ المواقف والقرارات حتى هذا الكلام الموجود في تفسير البيان هذا موقف موقف حين يحذف شيئا يشير إلى البراءة ويحذف شيئا يشير إلى الولاية هذا موقف وهذا مرده إلى الارتباك العقائدي والأموال آثارها واضحة في هذا التحقيق العظيم حينما حرف الكلام السيد حذف الكلام وأيضا طبع بأموال الشيعة فحذف الكلام حذف كلام أهل البيت وحذف الكلام الذي هو في شأن هذا المخالف حذف الكلام وجاءت المؤسسة مؤسسة التحقيق والطبع والنشر مؤسسة الجهل التي تتعامل مع الكتب بهذه الطريقة هذه مؤسسة تجهيل وليس مؤسسة تحقيق هذه مؤسسة غباء ونحن نعيش الآن في القرن الحادي والعشرين المصادر المتوفرة في كل مكان ومعجم ياقوت الحموي موجود موجود عن الإنترنت في كل مكان موجود هذا الكتاب كتاب معروف ومشهور ولكن هذه هي الصورة هل هناك صورة أوضح من قصة سيد جمال الخوئي مع السيد الشرازي يطلب براءة الذمة لأنهم هم الذين صنعوا هذه القضية سيد الخوئي ما كان على علم لا يعني أنه لم يصدر الفتاوى هو الذي أصدر الفتاوى لكنه اعتمادا على أراجيف وأكاذيب صنعوها هؤلاء هذه هي مؤسستنا الدينية وهنا يذبح حديث أهل البيت هنا يذبح وسترون والله في الحلقات الآتية كيف ذبحوا تفسير الإمام العسكري بمثل هذه الترهات ذبح بالدجل وبالتحريف وبتحريف منقول عن تحريف ومن دون مراجعة ومن دون تحقيق والله سأثبت لكم ذلك من خلال الطبعات ومن خلال الكتب وسترون ذلك بأم أعينكم إلى هنا أكتفي والحديث له صلة وصلة وصلة يبدو أن حديثنا سيطول الحلقة القادمة سأتناول فيها أيضا مجموعة من الفيديوات أيضا اخترت خمسة مواضع فخمسة من العقيدة وخمسة من الفكر والبحث العلمي وخمسة من المواقف والقرارات وخمسة من الفيديوات خمسة من الفيديوات انتظروني معها في حلقة في حلقة يوم غد ختاما أقول زهرائيون نحن زهرائيون نبقى زهرائيون زهرائيون والهوى زهرائي في أمان الله زهرائيون زهرائيون والقائم ترفل راياته حلبيك زهرائيون والمهدي والمهدي صفح حلبيك زهرائيون 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 ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح حلبيك ويقض الله أي من تظر الإنسانية تبدئ الثورة بديار الشام أي من تظر الإنسانية تبدئ الثورة بديار الشام